نحن لا نملك سكين لا نملك سكين كيف سأستطيع أن أدافع عن نفسي وأنا لا أملك أي نوع من أنواع السلاح يأتيك هذا التكفيري هذا الذي يرفض الآخر ويقول إنه يريد أن يموت جاء لك يموت حتى يطلع الحريات لـ 72 حرية مالته والغلمان المخلدون الذين لا ينزفون دمان نحن ما عدنا هذا الفكر نحن عدنا قلم وورقة وثقافة وعلم ما عدنا غير شيء نحارب بينه المسيحي في المكان الذي لا يكون فيه قانون لا يستطيع أن يعيش فيه نحن نستطيع أن نعيش في المكان الذي يظلله القانون مكان الموجود بينه قانون نقدر أن نعيش مكان ما بينه قانون يدافع عننا ويحفظ حقوقنا ما ممكن أن نعيش لأن لا نملك سلاح لم نتربى لا دينيا ولا اجتماعيا ولا عائليا على ثقافة الدم والقتل والسلب لا توجد لدينا هذه الثقافة ففهمونا الآخر عنده هذه الثقافة أنت تجي تدافع عن نفسك قدام وحش هذا وحش نحن لسنا بوحوش نحن نمثل الإنسانية الحقيقية أستاذ غسان نعم ما نعرف نذبح ما نعرف نقتل ما نعرف غير نكتب نحن ونثقف ونثقف الذين من حولنا مثل ما ثقفنا العرب والمسلمين فيما مضى عندما جاءونا فاتحين ولا نعرف إذا كانت فتوحات أو غزوات ولكن عندما دخلوا بلادنا ثقفناهم ونحن السريان بالذات سوف يلومنا التاريخ لأننا ترجمنا الكتب وعلمناهم وثقفناهم وإلى اليوم كنا نثقفهم وباعونا برخص التراب بلادنا التي كنا نموت من أجلها تقيأتنا أنا كنت في أستراليا ولكن تركت أستراليا من أجل عشقي للموصل ولكن هذه الموصل التي عشقتها طردتني وأهانتني وأقلت من كرامتي وكرامة رعيتي وشعبي واليوم أنا أي محبة بقالي لهذه المنطقة مع الأسف بدموع أتكلم عن هذا الأمر أستاذ غسان نعم نحن لماذا أتينا إلى كردستان أتينا إلى كردستان لأمر واحد يوجد قانون يا ناس افهموا علينا نحن منذ عشرة سنين لا يوجد قانون في العراق مافيات تحكم بغداد سلب ونهب وقمع وميليشيات وطائفية ومحاصصة وكل هذه نتيجة لهذه السياسات الخاطئة التي زرعتها أمريكا والتي زرعها الغرب وأنا أكرر الشر الغربي عندما يلتحم بالغباء العربي يكون نتيجته موت الشعوب وها نحن نموت الآن أمام عيون الجميع ولا نقبل أن نكون ذميين هذه قلتها عدة مرات وأقولها وأكررها الذمي هو العبد نحن لسنا بذميين ولا نقبل أن نكون ذميين ومن يرتضي على نفسه أن يكون ذميا فليمت له أشرف من أن يعيش ذميا لا نريد أن نكون في ذمة أحد نحن الله خلقنا أحرار وسنموت أحرار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر